بعد عودة الحياة لمدينتهم موظليون في مخيمات النزوح في أربيل يستعدون للرجوع لديارهم في تقرير لها اليونسيف تحذر الإنترنت تحول من صانع للفرص إلى خطر يهدد الأطفال وفي آخر اكتشاف لهم علماء يطورون جهازا جديدا يمكن أن يزيد من معدل الذكاء السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم عبر موظليون في مخيمات النزوح في أربيل شمالية العراق عن أملهم بسرعة عودتهم إلى ديارهم في الموصل مؤكدين استعدادهم للعودة بأسرع وقت ممكن لإعمار مناطقهم وقراهم التي تحررت أخيرا من احتلال داعش وإرهابه الزميل حسام الأحبابي ومزيد من التفاصيل تحررت الموصل من داعش وتخلصت جميع قراها ومناطقها من إرهابه بينما التفاؤل ينتاب النازحين هنا بمخيمي الخازر وحسن شام شمالي العراق حيث ينتظرون ثمار صبرهم بإعمار ديارهم التي دمرها الإرهاب لعل الأمل في قادم الأيام من بناء وتطلع لمستقبل جديد صار سؤالا حتى على لسان الأطفال في هذه المخيمات التي تنبض بأحلامهم البريئة برغم قساوة ظروفها يبدو أن الحال بعد التحرير تحتاج إلى همة بناء توازي همة الخلاص من داعش الذي تسبب في هدم مدن وقرى حيث تعالت أصوات النازحين تعبيرا عن رغبة كبيرة بالعودة لكن الحاجة لإعادة البناء وقلة إمكاناتهم أسباب توقفنا عندها على الرغم من أن المخيمات التي تأوي النازحين تملأ شمال العراق وغربه إلا أن أعدادها في انخفاض مستمر لا سيما وأن عجلة الإعمار قد انطلقت بالفعل وربما تكون كفيلة بتحويل هذه الخيام إلى أطلال أطلق شيوخ ووجهاء عشائر الموصل مبادرة أسموها يدا بيد نبني مدينة الحدب تهدف إلى دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء ما دمره داعش والمواجهات العسكرية التي وقعت بسبب احتلاله المدينة ممثل عشائر الموصل أقام مؤتمرا حضره مسؤولون حكوميون وقاد في الجيش والشرطة أكدوا خلاله على أن المرحلة المقبلة التي ينتظرها أهل المدينة هي تضافر الجهود وتعاون الجميع من أجل إعادة المدينة إلى سابق عهدها وبناء وترميم ما دمره داعش فيها الحقيقة نحن كثفنا الجهود وانبثقت لجنة من المؤتمر الغاية منها هو زيارة البرلمان العراقي ورئاسة الوزراء وممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية لنحصل على دعم حقيقي لإعادة إعمار هذه المدينة نحن دائما نؤكد الجانب الأيمن لأن ما رأيناه في الجانب الأيمن يدمي القلوب قبل أن يدمع العين لهذا نقول أن الدول المانحة يجب أن يكون لها دور الحكومة العراقية بعد إنجازها بتحرير هذه المدينة من عصابات داعش أيضا يجب أن يكون لها دور في الإعمار أطلقت شابة عشرينية من سام الراء مبادرة أسمتها سلام برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين بالتعاون مع عدد من المتطوعين من أصدقائها وزملائها بهدف الاهتمام بشؤون هذه الشريحة التي تتواصل معها يوميا في المنازل والأماكن التي يتواجدون فيها مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل بالاعتماد على إمكاناتها الذاتية وعلى ما اكتسبته من خبرات في العمل الإنساني تتنقل شابة عشرينية بين أزقة سام الراء ومنازلها كل يوم سورة أيوب يعرفها الجميع هنا في هذه المدينة حيث تولي رعايتها للمشردين وذوي الاحتياجات الخاصة أنشأنا فريق تطوع النسوي الأول في مدينة سام الراء فريق كوني ذات أثار الفريق اللي اعتمد اعتماد تام على أن الأعمال تكون إنسانية بعيدة عن الدعم اللي يكون من حكومي أو حزبي أو ممتد للحكومة أبصلا كل دعم جاي من الناس لتحب الساعد والتحب الخير فشفنا حالات إنسانية بحاجة ماسة إلى المساعدة أكثر من ستة آلاف مشردين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة منتشرون في محافظة صلاح الدين بشكل عام ومن هذا الواقع ولدت مبادرة سورة وصديقاتها لرعاية هذه الشريحة والاعتناء بها بسبب قلة عدد دور الرعاية أول شيء طبعنا بهذا المجال لأنه شفنا يعني الناس مرت بظروف نحن نفسنا مرين بيها فلهذا السبب نحن مريد غيرنا يمر بيها وريد نحد منها المسألة مسألة كتهجير كإذا يتيم محتاج إذا أرملة كل هذه نريد نحد من عندها مريد غيرنا يمر بها المراحل الصعبة نحن مريد نحن بيها سعت سورة وزميلاتها إلى تقصي قصص ذوي لاحتياجات خاصة عن قرب والتعرف على الأزمات والمشاكل الاجتماعية التي يواجهونها وهذا ما عزز فكرتها في التعاطي مع واقع هؤلاء وبث الأمل في نفوسهم هناك الآلاف من الأيتام داخل محافظة صلاح الدين لا تجد مؤوى سوى بيوتات صغيرة اعتمدت بعض العوائل أن تنشئ دار الأيتام بمساعدة المحسين سورة وصديقاتها يأملون من خلال هذه المبادرة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين للرعاية من أجل رفع المعاناة عنهم ومحاولة زرع البسمة على وجوههم عبر تركيز كل اهتمامهم ورعايتهم على هذه الشريحة ولو كانت بجهود بسيطة هربوا من الموت ولجأوا إلى العيش في البنايات المهجورة هكذا شاءت الظروف أن يستقر الحال بنحو سبعة آلاف نازح سوري فروا إلى مدينة الباب في ريف حلب اكتظاض مخيمات اللجوء وزيادة أسعار الإيجارات دفع كثيرا من هؤلاء النازحين مجبرين غير مخيرين إلى العيش في مباني آيلة للسقوط وما يزيد الطين بالله اقتراب فصل الشتاء مع نقص الغذاء والأدوية والملابس إذ لا وجود يذكر للمنظمات الإغاثية تفاصيل أوفا في تقرير الزميل عمر ساميراي بين أكوام الركام هذه أحياء يترقبون أياد بضاء تخفف عنهم وطأة ألم قاسه طيلة سنوات مضت هذه هي مدينة الباب السورية معالمها لا تشي بشيء سوى أنها تخبر الناظر إليها عن أطلال منازل هدمت ورحل ساكنها إما لدار الفرار أو القرار سكان هذه البيوت والمحال المهجورة حل محلهم أكثر من سبعة آلاف شخص مرغمين غير مخيرين خشية قصف عشوائي يحيلها حتما إلى السقوط فوق رؤوسهم نزحنا بسبب القصف والدمار من ريف حمص الشرقي إلى هذه المناطق الأمنة ونواجه الآن في فصل الشتاء صعوبة السكن السكن الذي نسكن الآن نحن أغلبية الناس المتواجدة بهذه المنطقة تحت بناء مدمر أو مخصوف ومع احتمال أو حتمية سقوط هذا المباني بفصل الشتاء يقترب الشتاء بأمطاره الغزيرة ويبقى خلف هذه الجدران أطفال ونساء متشبثين ريث ما تمد لهم يد العون فلا وفرة في الخدمات هنا ولا فرصا للعمل مع دا مساعدات إنسانية شحيحة لا تسد حاجتهم ولا بمقدورهم جني ما يمكن جنيه لتأمين لقمة العيش ذكرت مصادر حكومية يونانية أن اليونان ستواصل إجلاء آلاف المهاجدين المتواجدين على جزرها لسيما بعد الاتفاق مع تركيا على تسهيل إعادتهم إلى تركيا وفقا للاتفاق الذي وقع بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة وأكد مصدر حكومي أن آثنة وأنقرة اتفقتا في إطار الاتفاق الأوروبي التركي على إعادة لاجئين من الأراضي اليونانية كافة إلى تركيا وليس فقط من مخيمات جزر بحر إيجا اليونانية فقراتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل اتفاق نووي بين روسيا ومصر وبوتين مستعد لاستئناف الرحلات الجوية أهلا بكم وقعت مصر وروسيا في حضور الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في القاهرة اتفاقا لبدء تنفيذ مشروع محطة لطاقة نووية ووافق بوتين على استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بعد تعليقها قبل أكثر من عامين بعدما فجر متشددون طائرة ركاب الروسية فوق سينا وتشير زيارة بوتين إلى تنامي العلاقات بين روسيا ومصر ثانية كبرى مطلقية المساعدات العسكرية الأمريكية ألقت مقاتلات التحالف العربي في ساعة متأخرة من مسائل اثنين منشورات فوق العاصمة اليمنية صنعاء تدعو المواطنين للتعاون في تخليص اليمن من ميليشيات الحوثي ونقلت المصادر عن سكان في صنعاء أن المنشورات سقطت في مناطق التحرير وصنعاء القديمة وشعوب والحصبة وهبرة وحسب المنشورات فإن قوات الشرعية أعلنت أنها قادمة لتخليص سكان صنعاء من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد المواطنين كشفت وسائل أعلام أمريكية عديدة أن المهاجر الذي فجر عبوة الناس فبداية الصنع في نقفق مترو قرب تايم سكوير في نيويورك قال للمحققين أنه أراد شن هجوم باسم تنظيم داعش وأضاف أنه اختار نفق المترو الذي يربط بين ميدان تايم سكوير والشهير ومحطة سلطة الموانئ لسبب وجود شاشات تلفزيون عديدة فيها وملسقات ميلادية تذكر بالهجمات التي نفذت باسم التنظيم الإرهابي واستهدفت أسواق ميلادية في ألمانيا قال مصدر في الحكومة الكندية أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يعتزم لقاء رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الأسبوع المقبل لعقد محادثات بشأن كيفية التعامل مع أزمة أسلحة كوريا الشمالية نووية ومن المقرر أن تستضيف كندا والولايات المتحدة اجتماعا لوزراء الخارجية في فانكوفر في يناير كنون الثاني بشأن كوريا الشمالية حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من تزايد إقبال الأطفال على الإنترنت وذكر أن الأطفال يمثلون ثلثة مستخدمي الإنترنت إلا أن جهودا ضئيلة تبذل لحمايتهم من مخاطر العالم الرقمي مبينة أن أكثر من 170 ألف طفل ينضمون إلى مستخدمي الإنترنت كل يوم وناقشت تقرير كيف أن الشبكة تحولت من صانعة لفرص التعلم إلى خطر يهدد الأطفال يكبرون في عالم رقمي شعار رفعه تقرير جديد للمنظمة التي قالت إن الكثير من الأطفال لديهم مصمة رقمية قبل أن يتمكنوا من المشي أو الكلام وفي السياق ذاته أظهرت إحصائية حديثة أجرتها هيئة الاتصالات البريطانية أوفكوم أن نحو نصف الفئة العمرية لـ 11 و 12 عاما لديهم حسابات شخصية على الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بالإضافة إلى أن أكثر من ربع الأطفال البارغ أعمارهم عشر سنوات يستخدمون الشبكات الاجتماعية وتعد هذه الإحصائية بمثابة اتهام وانتقاد موجهين للشركات الكبرى بالتغافل وغض الطرف على انتهاك الفئة العمرية المسموح لها بالتعامل مع شبكات الاجتماعية وعدم قدرتها على توفير الحماية المناسبة للأطفال بدأ أول تداول لمنتجات مالية تعتمد على عملة بيتكوين الإلكترونية في إحدى البورصات الرئيسية في مدينة الشيكاغو الأمريكية فيما اعتبر خطوة باتجاه تقنين العملة الرقمية وبدأت بورصة شيكاغو بورد أوبشنز إكسجينج عمليات التداول بعملة بيتكوين في عقود آجلة تعملات الإلكترونية وأسواق المال لم يعد الأمر يقتصر فقط على إرسال الأموال واستقبالها بل إن العالم يشهد ثورة جديدة في عالم الاقتصاد بدخول عملة بيتكوين لأسواق المال في الأيام الأولى ربما تم رفض العملة الإلكترونية بيتكوين باعتبارها عملة غريبة من إنتاج القطاع التكنولوجي وسرعان ما يتلاشى تأثيرها لكنها شهدت تطورا سريعا إذ أصبحت عملة متداولة في القطاع المالي وجعلت بعض الناس أغنياء وإذا كان ينظر في الماضي إلى بيتكوين على أنها وسيلة لغسل الأموال والاتجار في المخدرات فإنها أصبحت في الآوين الأخيرة حديثا رائجا يصل إلى حد تقييم أسعار المنازل بها واشتازت عملة بيتكوين الافتراضية أول اختبار لها في بورصة عالمية ببلغها سعر 15 ألف دولار للوحدة في أول تداول رسمي بها في سوق مالية عالمية وبدأت بورصة شيكاغو بورد أوبشينز إكسجينج عمليات التداول بعملة بيتكوين في عقود آجلة وكانت قيمة العملة عند بدء التداول 15 ألف دولار لكن العقود الآجلة بالعملة الكترونية تقلبت خلال العشرين دقيقة الأولى من التداول وصعد سعرها إلى 16 ألف وستمائة دولار قبل أن يتراجع لاحقا وأدت التوقعات بشأن أول إدراج لعملة بيتكوين في البورصات التقليدية إلى ارتفاع قيمة العملة بأكثر من عشرة آلاف دولار فقد وصلت إلى 17 ألف دولار الخميس الماضي قبل أن تتراجع لاحقا ويساهم في صعود قيمة بيتكوين الاهتمام متزايد بها في أسواق العمولات الأمريكية الكبرى فقراتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل أبل تخطط لتصنيع ثلاثة أجهزة هواتف آيفون جديدة خلال العام المقبل أهلا بكم من جديد نتوقف مع جولة الصحافة نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت دراسة أمراض اللثة من الممكن أن تؤدي لسرطان المعدة فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن التهابات اللثة ربما تزيد خطر الإصابة بقرحات في الجهاز الهضمي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة وركز الباحثون على أمراض اللثة وهي الالتهابات الخطيرة في الفم أن ناجم عن الإصابة ببكتيريا في طبقة البلاك في الأسنان إلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت خرق أمني يؤدي إلى سرقة الملايين من عملة بيتكوين فقد تمت سرقة محتويات المحفظة الرقمية التابعة لشركة نايس هاش للعملات الرقمية والتي تضم ملايين الدولارات من عملة بيتكوين التابعة للعملاء في خرق أمني كبير حصل في وقت مبكر من يوم الأربعاء السادس من كانون الثاني 2017 وإلى صحيفة اليوم السابع تطبيق وهمي لتداول العملات الإلكترونية ليتصدر متجر أبل فقد تمكن التطبيق وهمي من التسلل ليصبح ثالث أداة التطبيقات المالية شعبية على متجر أبل ستور بهواتف آيفون وأجهزة الآيباد خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ انتحل هذا التطبيق المزيف اسم وطريقة عمل تطبيق MyEtherWallet للعملات الإلكترونية واستطاع التحايل على أدوات تحقق أبل والوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى في فئة التطبيقات المالية صحيفة الوطن عنونت التغذية السيئة في الشتاء تهدد المناعة والقلب والجلد فقد قالت أخصائية إن التغذية السيئة أثناء فصل الشتاء تتسبب في حالات الإصابة بأمراض القلب وضعف المناعة وكذلك أمراض الجلد كالتجعيد وأيضا الشيخوخة المبكرة لأن الجسم يحتاج في هذه الأوقات إلى أغذية خاصة تزوده بالطاقة الكافية وتحميه من نزلات البرد بالإضافة إلى تناول الفواكه والخضروات صحيفة الوئام السعودية واتساب يتوقف عن العمل على الأجهزة القديمة إذ يتوقف تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بحلول يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري وفق توقعات للشركة في بيان مضيفة أو نقل موقع إكسبرس عن واتساب قولها إن التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الأجهزة القديمة مضيفة أن التطبيق مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف ابتكر فريق علماء عالمي جهازا جديدا يحفز الدماغ على تحسين الوظائف المعرفية ويمكن أن يزيد من سرعة التعلم بنسبة 40% المزيد حول هذا الابتكار الجديد في التقرير الزميلة حنان ظاهر ماذا لو كان بإمكانك أن تزيد معدل ذكائك؟ ماذا لو كان بإمكانك أن تصل للعبقرية؟ ألن تكون الحياة أسهل أكثر؟ الخيال يمكن أن يصبح حقيقة بعد هذا الجهاز الجديد فقد نجح بحث جديد مولته وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأمريكية داربا في تطوير طريقة غير جراحية لتحفيز الدماغ على تعزيز الأداء المعرفي فريق البحث ابتكر جهازا دماغيا غير جراحي اختبروه على قردة المكاك فلاحظ الفريق تزايدا تدرجيا في قدرات القردة على إتمام مهام معينة أسرع منذ قبل واستخدم الفريق في دراسته التي نشرت في دورية كارينت بايولوجي طريقة غير جراحية عبر جهاز يوضع على الرأس من جهة القشرة أمام الجبهية وقاموا بتجربتها على قردة المكاك الجهاز عمل على تحفيز أدمغة القردة عبر القحف الموجودة في الجمجمة بإرسال تيار تحفيزي مستمر ثم دفع الباحثون القردة بعد ذلك إلى أداء مهام تعتمد على التعلم الترابطي وهو تعلم الربط بين الإشارات البصرية والأماكن وتفوقت قردة المكاك التي ألبست جهاز التحفيز عبر القحف على قردة مجموعة القياس في الأداء تفوقا ملحوظا إذ احتاجت المجموعة الأولى 12 تجربة لتتعلم كيفية الحصول على مكافأة أما مجموعة القياس فقد احتاجت إلى 21 تجربة فعز الباحثون مسؤولية جهاز تحفيز الدماغ على زيادة سرعة التعلم بالنسبة 40% وتتحكم تلك المنطقة بوظائف تنفيذية عديدة ومنها اتخاذ القرارات والتحكم المعرفي بالإضافة لاسترجاع الذاكرة السياقية ومن المتعارف أن تلك المنطقة ترتبط بمعظم المناطق القشرية في الدماغ ما يعني أن تحفيزها يؤدي إلى تأثيرات واسعة في الدماغ ولا يهدف البحث إلى زيادة الذكاء لدى البشر فحسب بل يعتقد العلماء أن للجهاز تطبيقات أخرى ممكنة في علاج المصابين بالأمراض العصبية التنكسية التي تؤدي إلى فقدان وظائف الذاكرة انتشرت مساحيق البروتين في مجتمعاتنا بشكل واسع وملحوظ في الأوينة الأخيرة واختلفت مسمياتها وكثرت الشركات المنتجة لها وتفيد تقارير حديثة أن من المتوقع أن تصل قيمة مبيعات منتجات البروتين حول العالم إلى أكثر من 7 مليارات دولار بحلول عام 2020 ووفق الأطباء وخبراء التغذية فإن البروتين فوائد كثيرة وأضرار كثيرة أيضا تفاصيل أكثر في تقرير الزميل عبدالله العصر لا شك أن الحصول على جسد مثالي وبناء عضلات قوية في أقل وقت ممكن هو حلم لنا جميعا ومع غزو مساحيق البروتين للأسواق في كل أنحاء العالم بمختلف مسمياتها وشركاتها المنتجة أصبح الحصول على جسم مثالي في وقت قصير حلما من السهل جدا تحقيقه فالبروتين في معناه الطبي الخام هو المادة الأساسية التي يتكون منها جسم الإنسان والتي تعمل على إصلاح الجسم وبناء العضلات والأنسجة وغالبا ما ينصح خبراء التغذية والمدربين باستخدام مسحوق البروتين لتعزيز القدرة على التحمل وتضخيم العضلات وسرعة التعافي من الصدمات أو شفاء العضلات أو حتى زيادة في قوة الجهاز المناعي ونصح العديد من الأطباء وخبراء التغذية بأن يكون الحد الأقصى لكمية البروتين التي يمكن أن يتناولها الفرد من 20 إلى 30 جراما فقط في الوجبة الواحدة وذكر الأطباء بعض المشاكل التي يمكن أن يسببها الإفراط في تناول مسحوق البروتين كان من أبرزها أن مسحوق البروتين يحتوي على سعرات حرارية بسيطة قد تؤدي إلى زيادة الوزن نتيجة لحاجة الجسم بعد ذلك لمزيد من السعرات التي يتم الحصول عليها من مصادر غير صحية وبحسب الأطباء يمكن أن يؤدي مسحوق البروتين إلى مشاكل بالجهاز الهضمي وفقدان الشعر بالنسبة للرجال سواء الرأس أو الجسم كما يسبب مسحوق البروتين الإصابة بانتفاخات البطن والإسهال والصداع والإرهاق بالإضافة إلى تليف الكبد وأضرار بالكلة وأضاف الأطباء أن الإفراط في تناول مساحيق البروتين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب كشفت دراسة حديثة أن الرجال أكثر توترا من النساء من حيث الذهاب لشراء الهدايا أو استقبالها خصوصا أيام الإجازات فيما أوضحت أن الهدايا الباذخة بأهضة الثمن عند زيارتي أو دعوة الأهل والأصدقاء أقل قيمة من بعض السلوكيات البسيطة التي تعكس الطيبة والحب لمن تذهب إليهم أو تحتفل معهم في أيام الأعياد والمناسبات والزيارات وأضافت النتائج أن أداء بعض السلوكيات من شأنه أن يجعل من الناس أو يجعل الناس يشعرون بأنهم محبوبون ومدعومون بشكل أكبر تخطط شركة أبل لتصنيع ثلاثة أجهزة هواتف آيفون جديدة خلال العام المقبل بما في ذلك هاتف آيفون بشاشة من نوع أوليد بقياس 6.3 إنش وقد وصلت شركة أبل استعمال شاشات الكريستال السائل LCD ضمن تشكيلة هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس أعلنت شركة جوجل عن سد 37 ثغرة أمنية في الإصدار الجديد من متصفح كروم رغم أن إصدار كروم الجديد لا يشتمل على وظائف جديدة إلا أن الشركة الأمريكية أجرت تعديلات كبيرة خاصة على إصدار كروم المخصص للأجهزة المحمولة المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد وأوضحت الشركة أن هناك 19 ثغرة أمنية اكتشفت بفضل خبراء الأمان الخارجيين وأن إحدى الثغرات الأمنية صنفت حرجة وهو ما يتعلق ببروتوكول كويك والذي يعمل على تسريع عملية نقل البيانات المشفرة بين المتصفح وسيرفر الويب بيعت مجموعة كبيرة من القطارات المصغرة للمغني والمؤلف نيل يونغ بنحو 300 ألف دولار في مزاد إلى جانب سيارات تقليدية وأجهزة موسيقية يملكها مغني الروك البالغ من العمر 72 عاما يونغ مولع بالقطارات المصغرة منذ عشرات السنين وقد عرض أكثر من 230 نموذجا في مزاد دار جوليان في لوس أنجلس من مجموعته من قطارات ليونيل من بينها قاطرة ذات ألوان مميزة بيعت بعشرة آلاف دولار في أخبار الرياضة أن أفريق الليفربول الإنجليزية الاثنين لعبه المصري محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة بي بي سي لأفضل لعب كرة قدم أفريقي لعام 2017 شارك في الاستطلاع حول أفضل لعب أفريقي خلال عام 2017 عدد قياسي من المصوطين تفوق صلاح على كل من اللاعب الجابوني بيير أمريكي أوباميانج والغينية نابي كيتا والسينيغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور موزيس قبل الختام تذكير بأبرز العنوين بعد عودة الحياة لمدينتهم موصليون بمخيمة النزوح في أربيل يستعدون للرجوع لديارهم في تقرير لها اليونسيف تحذر الانترنت تحول من صانع للفرص إلى خطر يهدد الأطفال وفي آخر اكتشاف لهم علماء يطورون جهازا جديدا يمكن أن يزيد من معدل الذكاء وصلنا للختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثينا المباشر في الموقع ذاته موجز آخر وأهم الأنباء يأتيكم بعد قليل ابقوا معنا اشتركوا في القناة